تسعى الجزائر في السنوات الأخيرة إلى تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية في المجال التقوي وذلك قصد البحث عن الآليات الكفيلة بدفع ديناميكية الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة التي تعد ركيزة أساسية لضمان الأمن التقوي لجزائر مبعد البترول الغاز والبترول الصخري عنده مستقبل في هذه البلاد هذه والكميات اللي الآن نتكلم عليها كميات كبيرة جدا يعني ممكن تخلي الجزائر في جانب من جانب التقوي تحها سيكوريتي نيرجيتيك تحها الأمن تقوي تحها تكون تتحنى إلى ممكن من الفين وثمانين ولا الفين ومئة ما فيش مشكلة لكن لازم العمل لازم بالعمل تكون النتائج بدون عمل ما يكون شيء الجزائر وحسب عدد من الخبراء الاقتصاديين مطالبة بالإسراع في تدرك الوضع المقلق للاقتصاد الوطنية في ظل تراجع موارد البلاد وعز الميزانية الأمر الذي يفرض على الحكومة الإسراع في إيجاد بديل طاقوي خاصة وأن الجزائر قد تتحول من مصدر إلى مستورد للمواد الطاقوية في ظل تزايد الطلب الداخلي وتراجع احتياطي النفط النفط حقيقة يخلص مننا على ثلاثين أو أربعين سنة إذا كان مدرنا ولو إذا كان جمدنا كل العمل لنا مواكبة عجلة التطور في مجال تطوير تقنية التنقيب واستخراج البترول هو ما يسعى له خبراء الطاقة لضمان الاستقرار التقوي للجزائر في الأمد البحيد الأفكار تتغير التكنولوجيا تتغير التقنيات التقييم تتغير تتحول وتتغير الأفكار تتحول أيضا التغير والمارش دي غير تماماً نقول له 30 طن بلس أو مون 30 طن واحد أخر أنا وش حبيت نقول ما نجمش نأخدو هادلليميت من باب انو البترول لاح يخلص لا نجم نأخدو هادلليميت من باب انو نجم نسجمو ونسيح لتكنيكي وفكائي وقالنا لنقوم بإضافة من أكثر من من القيامتين هذا وحتضرت الجزائر أكثر من قمة دولية في مجال الطاقة منذ 2015 وهو ما يؤكد على أن السلطات الجزائرية تسارع الزمن فيما يخص تنويع مصادر الطاقة من جهة وكذل حد من اعتماد الاقتصاد الوطني على الجباية البترولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن ترجع أسعار النفط في السوق الدولي